عندما تدركنا الأوقات الصعبة، نبحث عن الجانب المشرق في الحياة أينما كان مكانه، وليس هناك أجمل من تذكرة مجانية لرحلة لإيطاليا، وبالتحديد مدينة توسكانا، لنراها بعيون أودري ويلز مخرج فيلم Under the Tuscan Sun أو تحت شمس توسكانا، وهو فيلم مستوحى من مذكرات فرانسيس ميز التي تحمل الإسم نفسه، حيث تدمرت حياة فرانسيس بعد طلاقها، حتى أهدتها صديقتها المقربة رحلة إلى إيطاليا لتتغير حياتها بالكامل، كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري، هنا المشهد الأول لظهور إيطاليا بالفيلم، وتعني سيدة الزهرة، هي ثالث أكبر كنيسة في العالم، فهي مفتوحة لعمة الناس منذ عام 1436، ساحة ديلا ريبابليكا، تقع في قلب مدينة كورتونا، وأنشئت في القرن الثاني عشر، وهي مركز المدينة منذ العصر الرومانية، يمكنك الجلوس على الدرجات والاستمتاع بحركة المرة أمامك، أو تناول كوب من الكابتشينو أو الشاي من المقاهي الخارجية، أو الفواكه الطازجة من السوق المحلية، شاطئ بوستانو من أروع شواطئ ساحل أمالفي، ينقسم الشاطئ إلى مناطق خاصة ومناطق مجانية، هناك سوف تلامس قدمك المياه الزرقاء الصافية، ويستقبل الأفق أحلامك ومشاعرك الجديدة، رحلة سعيدة،